ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عبر بوابة البرنامج الوطني للتوظيف ازدادت مساحة اعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف داخل محيط سوق العمل ومتطلباته مع الحفاظ على مرونته لاستقطاب الخبرات المحلية اذ عمدت رؤية البرنامج على توظيف البحرينيين وتأهيلهم في وظائف مستدامة وفرص متكافئة وفق احتياجات سوق العمل خطوات مدروسة وممنهجة اعتمدها البرنامج الوطني للتوظيف حيث شدد وبالشكل الحتمي تفعيل دور مراكز التوظيف المنتشرة في مختلف محافظات المملكة وبمراقبة من تستضل تحت مسماها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مساعدة الباحثين عن وظيفة العمر المرجوة عبر توفير الارشاد والتوجيه المهني لهم والرد على مختلف الاستفسارات التي قد ترد على لسانهم المتعلقة بالدعم المادي الذي سيحظون به قبل انخراطهم في عالم الوظيفة المستقبلية ناهيك عن جملة الحوافز التي قد تمنح لهم اضافة الى اتخاذهم لابسط الطرق واضمنها نحو تأمين شامل ضد اي تعطل مهني قد يرافق مرحلة معينة من مراحل حياتهم العملية البرنامج الوطني للتوظيف وبأدواته المستحدثة المناسبة لامكانات ضمان نجاحه جعل النوافذ مشرعة امام اصحاب الاعمال والشركات في تسجيل الشواغر الوظيفية المتاحة لهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعلى مدار الوقت لتوظيف الباحثين عن عمل المسجلين في اوراقه المنتظمة لتلفزيون البحرين محمد رشادات